وفي بعض الروايات وردت عنه صلى الله عليه وآله اعبد الله كأنك تراك فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذه صجة الواحدة عندها الحالة يصير معصوم عن الخطأ بعد ما يظلم ما يقتل ما يسرق يعني الآن عوامل الضغط تسمونه مراكز شرطة ومحاكم الزين ومؤسسات قضاء وجيران وعرف وتقاليد بس موضبطة الإنسان ما زالت الجريمة منتشرة سفك الدماء منتشر هتك الأعراض الخيانات السرقات الاغتيالات يعني الإنسان ما قاعد يعيش في أمن وأمان حقيقة حتى من أخوانك أنت مو مقاعد تعيش في أمن وأمان يعني من نفس المسلمين اللي وياك يعني عدنا في الحديث المسلم ينسلم الناس من لسان يويدهم ما قاعد تسلم من لسان بعضهم يتهمونك بأشكال الاتهامات يحاربونك بأشكال الحروب عدهم إقصاء لبعضهم البعض نزاعات فيما بينهم أحقاد، حسد، غيبة، نميمة، تمزيق لبعضهم موضعنا كل شيء مزرحنا يعني ده البحث حقيقة يفيدنا حتى نعالج أمراضنا النفسية وأمراضنا القلبية والعقد اللي قاعدين نعيش هيك معيشتنا ضنك الوضع الاقتصادي فقر وحرمان وتشوف وارد الفرد ميت ناساً مع السوق يعني الراتب اللي ياخذه يوصل نص الشهر يخلص علي ديون يبي يشتري بيت يشتري سيارة علي ديون يعني أكثر الشعوب مديونة ليش؟ لأنه ما قاعدين يطبقون هاي الأحاديث بقا قاعدين يطبقون أمر الله عز وجل ما قاعدين يعبدون الله عز وجل لو الناس تعبدوا الله حق عبادته وتتقي حق تقاتل انتهت كل المشاكل فيقول اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هو يراك هو يراك فالواحد لم يستشعر بأن الله يراه بعد من سوى معصيه ما يجعل الله أهون الناظرين إليه